باحثون في علوم الموسيقى العربية وخبراء في المجال الفني والموسيقي من مختلف الدول العربية قدموا إلى مسقط لبحث كل ما يتعلق بالفن والموسيقى من خلال المؤتمر العام للمجمع العربي للموسيقى في دورته السابعة والعشرين استضافة السلطنة للمؤتمر العام للمجمع في دورته السابعة والعشرين في إطار حرص السلطنة في تفعيل التفاقيات الدولية العربية والاقليمية بالإضافة إلى أن سعي السلطنة دائما تكون كمحطة لاستقطاب الفعاليات الثقافية والفنية واستعرض الخبراء من خلال أوراق العمل التي قدموها أهمية المحافظة على الموسيقى الشعبية العربية وإبقائها في الذاكرة للأجيال المقبلة سيكون هناك ندوة علمية ندوة علمية مهمة فيها أن تتحدث عن الفن الشعبي وكيف يمكن أن نحن ليس فقط نحافظ عليه ولكن أيضا نبقيه في ذاكرة الإنسانية إلى أجال طويلة جدا وسيصاحب المؤتمر تكريم كبار الفنانين العمانيين لإسهامهم الدائم في مجال الفن العماني فالموسيقى في سلطنة عمان تاريخها ممتد منذ القدم فهناك الفنون الشعبية مثل فن العازي وفن الهبوت وفن الرزحة وغيرها الكثير الموسيقى تاريخها ممتد منذ القدم وقد قيل هي لغة عالمية يشترك في فهمها والإحساس بها الناس جميعا مع اختلاف ميولهم ورغباتهم إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط اشتركوا في القناة